قال رحمه الله اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ثم قال قوله سبحانه وتعالى ذلك يوم التقابل وقال سبحانه وتعالى يوم ما يعض الظالم على يديه حكمة بالغة عليك أن تجون بنفسك مما هو أمامك في الآخرة اليوم دينار ودرهم غدا ليس هناك دينار ولا درهم هناك حسنات وسيئات كنت من أهل الحسنات ترفع أعلى الدرجات كنت من أهل السيئات تنزل بك إلى دركات فاختر لنفسك فالآن اشتر نفسك بنفسك فإن السوق قائمة الحسنات موجودة أحمال الصالحة موجودة المساجد موجودة بيت الله موجود تحج وتعتمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود الصلاة به فيه بألف صلاة المصاحب ما شاء الله تبارك الله في زماننا هذا أقرأ حلق الذكر حلق العلم محاضرات لمشايخ لعلماء مبسوطة أغرف من الحسنات غرفنا الآن اشتر لنفسك فإن الأسواق مفتوحة أعني بالأسواق أسواق الحسنات مبسوطة الآن والثمن موجود يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنا والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في بعض الأحاديث فإذن التجارة رابحة حسنة بسبعمائة ضعف إلى ضعاف كثيرة حسنة وحدة فقط ما بالك اللي عنده في اليوم ألف حسنا مليون حسنا شيء يعني عظيم والبضائع أيضا رخيصة كل شيء الآن ما حد يمنعك إذا توضعت وصليت لله ركعتين أحد يقول لا تصلي ما في حد توضعت تريد أن تقرأ من كلام الله سبحانه وتهل ما حد يقول ما حد يصدق يقول سيأتي يوم وذاك يوم الغيامة ليس في أسواق ولا حسنات ولا سيئات إنما في ما تقدمه أنت ما تقدمه أي في الدنيا والسؤال عندك الآن والجواب عندك أيضا هل أنت من أهل الحسنات إن جاوبت نفسك بنفسك الآن وأنت تسمعني وتشاهدني فالحمد لله إذا قلت نعم الحمد لله اسأل الله ثبات وإذا قلت لا والله نحال نحال لا يعلم هل الله فقل الآن مفتوح الأباب كلها مفتوح أمامك فاغتنم يقول رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه صحة قبول العمل عند الله أي العمل الصالح أن يكون خالصا لله متابعا به النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح مثلا الإنسان يصلي تصلي لمن إن كان جوابك أصلي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي الله رب العالمين الحمد لله الله يثبتك يزيدك من فضلا إن كان ظاهرك لله وباطنك للناس هذه والله الخيبة كما قيل قديما صلى وصامى لأمر كان يطلبه فلما قضى الأمر لا صلى ولا صامى تتوضى وتذهب فصف مع الناس ونيتك للناس مصيبة فبالتالي العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا ما كان نية صاحبه لله إن الدين عند الله الإسلام قال سبحانه وقوم لله قانتين مخلصين له الدين فاخلص دائما اجعل عباداتك لله وفي بعض العبادات ليس شرطا أن الناس يعرفوا عنها يعني مثلا تتصدق ليس شرطا أن أجعل الناس كلهم ينظرون أنا كيف أتصدق كيف أعمل استغطاع ألا ما اضطرت اضطرت له عنده إذن لا بأس ما خلاص النية كما جاء في بعض الأحاديث من خشع نفس الرياء قال اللهم أن نعود بك أنا أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في هذا العمل تريد أن تصلي لا تصلي بحسب ما وردت عن آبائك وأجدادك بطريقة قد تكون خطأ أو رأيت ناس تعملون فأعمل كما يعملون لا 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 تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي تقول لا أعلم لا أعرف نقول الحمد لله في زمننا هذا في لحظات ثواني دقائق معدودة ترى هذا المشهد عملي أيضا كيف يكبر كيف يركع ما هذا يقرأ فإذا أقول إذا عمل الإنسان هذا العمل الصالح ولحقه بالإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فبالتالي أما المرائي الذي يصرف عبادته للناس لمدح الناس لثناء الناس لشكر الناس ما ينفعونك الناس والله ما ينفعونك بشيء ما ينفعونك بشيء أبدا خذها من الآخر انصح التعبير ما ينفعونك بشيء قد تقول حولي خمسين مئة مئتين الآن خصوصه في زمننا هذا والله تابعوني أنا ما شاء الله مئة ألف خمسين ألف نصف مليون ملايين ما يغنو عنك من الله شيء ما يغنو عنك من الله شيء ترى لا تفرح بهذا الأرقام هؤلاء كلهم حجة لك أو عليك وحتى لو أن عن طريق مواقع التواصل وكذا بعض الناس لحدهم الله كل كبيرة وصغيرة من العبادات ظهروا للناس ما يصح هذا الأمر أين الخلوة بينك وبين الله أين إخفاء العمر الصالح عن آعين الناس الذي نقلوه السلف عننا رضي الله عنهم وأرضاهم من التابعين أين هذا يذهب إلى المسجد صورة إلى الناس دخلت المسجد يصلي مع ناس قال صلي إلى الآن مع الناس قرأ القرآن قال قرأنا الآن تصدقنا قال تصدقنا يشوفوا ما هذا الكلام ما هذا الكلام هذا الرياء مثل ما نقول بعينه علمه أنظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يقول بعض التابعين رأيت الصحابة فتعرض عليهم المسألة فيقول فلان اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان إلى فلان إلى فلان تعدون العشرات ولا حد منهم مجاوب لأنه يريدون أن لا يقع في الرياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمة الرياء الشرك الخفي الشرك الخفي خطرات قلبية تتلاعب فيها الشياطين والنفس والهوى وبعض الناس في مواقع التواصل هداهم الله ما بقي من طاعة وعبادة إلا وضره الناس ماذا أنت جعلتها لله أين الخلاص حتى الناس يعني بعض الناس ربما يقول حتى الناس تقتدي طيب تقتدي فيك عمل حملين قاعة عبادة مرة مرتين ليس طول الخط أظهر للناس أظهر للناس لا 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 أنت تعطي الناس ما ينفعهم ويدلهم على الله ويخبرهم بأن الله صفاته العظيمة كذا أسماءه كذا يحب الله سبحانه منكم هذه العبادة كذا خذ هذا الأثر جاء لبعض التابعين وأمر أن يعني يعتق رخبة وقبل أن يتكلم بهذا الدرس العلم في ذاك الزمان تأخر على طلابه فقيل له رحمك الله لماذا تأخرت علينا قال أردت أن أتكلم عن العتق الرقبة فأعتقت وجئت حتى لا يكون كلامي مخالف لفعلي انظر وهذا يأتي بكل بساطة صليت صمت فعلت زكيت شوفوا غلط هذا غلط لابد أن تعرف أن هذا غلط إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ما يصلح هذا الكلام الآن الذي يفعلون بعض الناس هداهم الله أخفي أعمالك كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله ليس الناس الناس ما يغنون عنك شيء النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة يا العباس عمي رسول الله أفعل ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد افعل ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا فإذن العمل شرط لصحته الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا رحمه الله إذا حملت على القلب همم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها على فهى فما أسرع ما تقف به كلام جميل أبسط هذا الكلام عشان تفهمون إذا حملت قلبك فوق طاقتها يعني جعلت الدنيا كلها هي أكبر همك شاقلك الشاقل الدنيا 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 لميتا وعزلت عن هذا القلب مادة حياته القرآن الدعاء الذكر الخشية رهبا لله سبحانه وتعالى كنت كمثل إنسان عند دابة حصان أو فرس حط عليه غراضة كلها وما يعطيها علف ولا تاكل هل تستمر فيه طول الطريق رح توقف فبالتالي أقول لا تحمل قلبك هم على هم الدنيا هم النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاه يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي لا تجعل الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل الدنيا في يدي ولا تجعلها في قلبي وارزقني منها ما يقيني فتنتها فإذن الدنيا إذا جعلتها كل في قلبك ضاعت أوراد القرآن والإيمان والصلاح فبالتالي نتعظ من هذا الكلام يا الحب الكرام ونتعامل مع قلوبنا بالطاعات والعبادات حتى تعمر القلوب وإذا عمرت صلحة الأبدان صلحة الأحوال عم الصلاح من حولك أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا نجعلنا وإياكم من المخلصين التائبين المنيبين من الذين اتبعون سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في أقوالهم وفي أفعالهم ظاهرا وباطنا آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته